يلجأ معظم طلاب الجامعات إلى العمل في المقاهي أو المطاعم أو في تربية الأطفال لكسب بعض المال ولكن هذه الطالبة في جامعة دوك بيل نوكس لجأت إلى تصوير الإباحي تقول بيل إن هذه الطريقة هي الأسهل لكسب المال لتغطية تكاليف دراستها الجامعية فهو لا يأخذ الكثير من وقتها ويعتبر المبلغ الذي تكسبه كبيرا مقابل الوظائف الأخرى تخصصت بيل في دراسة شؤون المرأة وظهرت في مقابلة حصرية مع بيرز مورغان من سيانان بعد أن كتبت مقالتها أنا النجم الإباحي الأولى في جامعة دوك وهذه هي قصتي بكلماتي قالت بيل نحن في مجتمع يضطهد المرأة يوميا يقال لنا إن ممارسة الجنس ليست عملا جيدا وأنه علينا الامتناع عنه يقال لنا إنه يجب علينا تغطية أجسامنا وهذا صحيح للنساء فقط كوني في مجال التصوير الإباحي وكوني قادر على أن أكون عارية والاستقلال جنسيا يعطيني هذا حرية مطلقة بشكل لا يصدق وتضيف بيل إن ثمانين في المئة من الحركة على الإنترنت تذهب إلى المواد الإباحية وتقول إن المجتمع الذي يشاهدها هو نفسه الذي ينتقدها نحن 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 تجيزميون لنا مجتمع